ثم الرئيس ايضا تفقد عدد من المركبات النهاردة متعددة الاستخدام ودي كلها بتشتغل بالغاز الطبيعي والكهرباء زي ما حضراتكم عارفين الحكومة والرئيس اطلق منذ فترة ده مشروع كامل جدا في مصر وهي السيارة الكهربائية وهي التعامل بالغاز انتشرت محطات التموين الكهربائي هتقدر ان انت اول ما هتجيب اي عربية كهرباء تقدر انك انت تشحن محطات البنزين زي ما انت ماشي كده بالصبت ولكن هتشحن بشكل مختلف ادي الاوتوبيسات والمركبات اللي هتبدأ تشتغل بالغاز الطبيعي واللي هتكون شغالة ايضا بالكهرباء لغاية دلوقتي هي المسألة بالنسبة لنا ايه المسألة بالنسبة لنا ان احنا بنسير على طريق التسهيل للمواطن المصري الاخر المواطن المصري سواء بقى بالنسبة للنقل الخاص والعربيات الصغيرة بتاعته انك انت تبدل العربية وتاخد حاجة بالغاز وانشجعه وانعمله انسنتيفز وانطلعه بحيث انه هو يبدأ ينتقل الى مرحلة اقل تلوثا ولكن في نفس هذا التوقيت تكتشف ان الحكومة بتلجأ الى ايه القطار الكهربائي عشان يشتغل بالكهرباء انها تبدأ تعمل النقل الجماعي بالغاز او النقل الجماعي بالكهرباء وتبدأ هي تسعى اقل اسرع علشان الحد من التلوث والانبعاتات في البيئة